موسيقى نشرة لأهم وآخر الأنباء حياكم الله والبداية مع عبرز العناوين موسيقى مقتلوا ستة عشر من ميليشيا الحوث والمخلوع صالح بمواجهات مع المقاومة في البيضاء موسيقى أبناء المختطفين والمخفيين قسرا يناشدون أطلاق سراح أبنائهم من سجون ميليشيا الحوث والمخلوع صالح موسيقى وباء الدفتيريا ينتقل لمحافظة الحديدة وتسجيل ست حالات إصابة موسيقى أهلا بكم أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أن إحراز نصر سياسي وعسكري في محافظة تعز سيغير المشهد والموقف الإقليمي والدولي وقال بن دغر خلال ترأسه في عدن اجتماعا مشتركا للحكومة والسلطات المحلية والتنفيذية في تعز نصمود تعز جعل للشرعية مكانة خاصة ولولا صمودها البطولي لكانت المعركة الآن في مكان آخر مضيفا أن تعز هي مفتاح النصر وإذا أردنا تحقيق نصر فعلينا بتعز على حد تعبيره وأشدد رئيس الوزراء إلى أن البلاد بحاجة إلى رحدة وطنية سياسية واقتصادية وعسكرية حتى تصمد وتكسر العدو وتحقق ما تتطلع إليه في دولة اتحادية قائمة على العدالة والمساوى وتوزيع العادل للثروة والسلطة في ظل توجيهات جديدة للحكومة الشرعية بصرف رواتب موظفي تعز أسوة بالمحافظات المحررة يبدو التخوف في أوساط الموظفين من عدم التنفيذ وتكرار المماطلة واضحا إلى التفاصيل أن ننادي التحالف أم رئيس الجمهورية أم محافظة البنك المركزي لا نعلم بيد من رواتبنا موظفو تعز يتساءلون حضر نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري على رأس وفد حكومي قبل شهر وأكدوا أن تعز محررة لكن ذلك قولا لا فعلا فليتهم غابوا وحضر الراتب لكان أنفع وأجدى يقول الجائعون سلطة محلية مشغولة بغير الراتب وذاك أمر طبيعي في ظل لا مسؤولية وإلا لقالوا كلمتهم في ذلك أليس هذا واجبهم وإلا لما سميت سلطة ومحلية لسان معاناة الموظفين تتساءل من المخجل فعلا أن تجتمع الحكومة لأكثر من مرة وتقر صرف مرتبات موظفي تعز وينشر الخبر في قنوات الشرعية ثم لا يكون ذلك على أرض الواقع سوى وعود كاذبة خاطئة من كان يحدث نفسه يوما ما بتحرير بقية المدينة من الإنقلابيين أجبرته الحكومة لا موقرة التفكير فقط بما يحرر راتبه من الشرعية ذاتها أمين دبوان ليمن شباب حذرت الحكومة الشرعية حذرت من كارثة تواجه الأطفال جراء ارتفاع أعداد المجندين منهم في صفوف ميليشيا الحوث والمخلوع وتسرب الكثير منهم من التعليم بسبب إغلاق المدارس من قبلها واستخدامها ثقنات عسكرية وعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة ابتهاج الكمال عن قلقها إزاء استمرار الميليشيا باستهداف الأطفال داعية المنظمات المهتمة بحقوق الطفل إلى إنقاذ أطفال اليمن جراء ما يتعرضون له من أعمال عنف وقتل من قبل الانقلابيين وأشرت الكمال في تصريحها بمناسبة اليوم العالمي للطفل إلى أن الطفل اليمني يمر في ظروف قاهرة وبالغة الصعوبة خصوصا في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا بدأت الدول العربية اتجاها جادا لوضع حد لتدخلات الإيرانية وخطرها على الأمن القومي العربي في وقت تبدو فيه فرص النصر في اليمن هي الأوفر حظا لقطع الأذرع الإيرانية في المنطقة اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بدعوة سعودية لمناقشة التهديدات الإيرانية على الدول العربية تهديدات جعلت وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يقول أن كل العواصم العربية تحت مرمى الصواريخ الباليستية الإيرانية وكانت الرياض أول وأكبر عاصمة عربية قد تعرضت للصواريخ الباليستية عدة مرات آخرهم كان قبل أيام البيان الختامي للجامعة العربية يعتبر الأذرع الإيرانية هي مصادر التهديد وصنفها إرهابية على راسها جماعة الحوثي وحزب الله يقول مراقبون أن خطر الجماعة الحوثية يفوق خطورة الجماعات الأخرى فهو يطل على باب المندب والبحر الأحمر ويهدد الملاحة البحرية من ناحية أخرى فإن قوته العسكرية تهدد الوجود السعودي ذاته فعلى مدى ثلاث سنوات شن الحوثيون هجمات وتقدموا على القرى الحدودية السعودية وأطلقوا أكثر من ثمانين صاروخا على العمق السعودي آخرها وصل الرياض كما يؤكد الجبير في كلمته أمام اجتماع القاهرة خبراء في الأمن العربي يرون أن قطع الأذرع الإيرانية تبدأ بتحرير السعودة التي لا تبعد سوى 140 كيلو مترا على أقرب نقطة عسكرية للجيش اليمني خاصة وأن فرص النصر في اليمن هي الأوفر حظا حظوظ يمكن أن تتحول إلى واقع ملموس شرط تفعيل الدور المصري في التحالف العربي بتحرير السعودة والجميع المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الانقلاب وتوفير مقاومات حماية باب المندب فهل سيترجم البيان الختامي للوزراء العرب إلى ضرب الإيرانين فيما قالهم الأضعف بالسعودة أم ستبقى بياناتهم مجرد حبرا على ورق ريث ما تصل الصواريخ الإيرانية كل العواصم كما قال الوزير لجبير قتل ستة عشر عنصر من ميليشيا الحوث والمخلوع في معارك مع المقاومات الشعبية في محافظة البيضاء وفد مصدر ميداني أن عناصر الميليشيا لقي مصرعهم في مواجهات خلال اليومين الماضيين في مديريتي محنيزيد وولد ربيع في قيفة ردع ووفقا للمصدر فقد تم تدمير آليات عسكرية خلال المواجهات التي أحرز الجيش فيها تقدما جديدا وحررت عقبة زعج وكسرت الحصار على جبل نوفان في ذات المنطقة دمرت قوات الجيش الوطني مخزن أسلحة تابعا لميليشيا الحوث والمخلوع في محور البقع بمحافظة صعدة وذلك في قصف مدفعي شنته على مواقع للميليشيا هناك وتزامن القصف مع غيرات شنتها مقاتلات التحالف العربي وبمشاركة طائرات الأباتش استهدفت تعزيزات للميليشيا في مدينة كتاف على الطريق الرابط بين مدينة الصعدة والبقع وقال مصدر ميدانين الغرات وهجمات الأباتش تسببت في تدمير عربة عسكرية ومقتل من كان على متنها وأحراق عربتين أخرين خلف مفرق الجوف بعد سوق البقع ما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحة أو ثلاثة قتلى وجرحة آخرين أقام لواء النصر التابع للمنطقة العسكرية السادسة في محافظة الجوف مهرجانا فنيا وخطابيا لتكريم أسر الشهداء والجرحة الذين سقطوا في معارك تحرير المحافظة من الميليشيا الانقلابية إضافة إلى حفل زفاف للجندي جميل محمد الغزي وقال العميد العكيمي خلال حفل الزفاف الذي أقيم في تخوم جبهات صبرين إن الجوف كانت السباقة في رفض الانقلاب والدفاع عن الشرعية والدولة الاتحادية هذا وأصيبت امرأة بجروح بليغة أو بالغة في الرأس بشضايا قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي والمخلوع على منطقة القرى بمديرية المصلوب وقال مصدر ميداني إن الميليشيا شنت قصفا عشوائيا على منطقة القرى واستهدفت بقذائفها منازل الأهالي ومزارعهم والمدارس أيضا قتل سائق دراجة النارية في محافظة الحديدة برصاص مسلحين من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وقال مصدر محلي إن ماجد عبدالله أحمد حكمي قتل نتيجة إصابته بطلق ناري ناجم عن إطلاق نار كثيف وعشوائي من قبل الميليشيا وجند الأمن خلال تشييع جثمان ضابط أمن لقي حتفه برصاص جندي قبل يومين بسبب خلاف بين الجانبين وذكر المصدر أن سائق الدراجة وصل إلى المستشفى بجروح بليغة ولقي على إثر ذلك مصر تسلم اللواء 123 مشام هم الحماية في مطار الغيضة ومنفذ شحن البر الحدود مع سلطنة عمان بأحدى المحافظات وذلك في إطار خطة سعودية لتجديد إجراءات التفتيش في المنافذ اليمنية بهدف منع وصول السلاح إلى ميليشيا الحوثي والمخلوع وقال مصدر محلي أن اللواء الذي يقوده العميد عبدالله منصور الوليد استكمل انتشاره في مطار الغيضة وتسلم رسميا مهام حماية منفذ شحن البري من اللواء 137 ميكا بقيادة العميد محمد القاضي وفقا للمصدر فأن التغييرات الجديدة جاءت بتكليف من الرئيس عبدالرب منصور هدي وفي ضوء تنسيق مشترك مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وأشرف فريق سعودي على مهم تسليم مطار الغيضة ومنفذ شحن للقيادة الجديدة أحياء التجمع اليمني للإصلاح بتعز الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد صادق منصور الأمين المساعد لإصلاح تعز بمهرجان جماهريا وخطابيا كبير إلى التفاصيل هم الشهداء ارتقاء صعود ومعراج فلا مكان لهم سوى السماء صادق منصور الرائد الذي صدق أهله ومدينته ووطنه وقدم روحه مفتتحا للشهادة ورمزا للشهداء الذين تقاطروا من بعده كشلال نور يضيء الزمان والمكان وينتصر لليمن شعبا ودولة مجدا وحضارة حرية وكرامة صادق منصور بداية مرحلة جديدة للمقاومة وبدأت مرحلة جديدة لقوة للشعب اليمني لقد كان عنوانا للتضحية والفداء وكان عنوانا لمشروع وطني ينشد الدولة المدنية ينشد تحرم الاستعباد والإيمانية ولهذا كان صادق منصور باكورة الشهداء الذين قدمتهم تعز واليمن في الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد صادق منصور الأمين المساعد لإصلاح تأز يقف رفقاءه أمام سيرته ومسيرته كرائد للنضال السلمي وأبرز وجوه التوافق والشراكة الوطنية للشهيد صادق منصور الذي مثل قيمة عظيمة في هذه المحافظة بما قسده من سلوك وصور للنضال السلمي حيث كان خيرا ممثل لرقل التوافق والتوازن والشراكة الوطنية الشهيد صادق منصور عرفناه أيضا رقلا قادة كفاحا بدنيا سلميا في ساحة الحرية حيث كان من أبرز الوجوه في تثورة الشبابية الشعبية السلمية في تعز يحق لنا أن نستذكر صادق منصور ونستذكر كل الشهداء وكل المناظرين الذي كان لهم صفحات بيضاء ونضال صادق في سبيل عزات ورفعة هذا الشعب اليمني في الثامن عشر من نوفندر الفين واربعة عشر امتدت دلغدر لتغتال الجسد لكنها عجزت عن اغتيال الفكرة والموقف المشروع والقضية ولعل قبره في مقبرة شهداء ثورة فبراير في محيط معسكر الأمن المركزي لا زال يمثل حائط صد متقدم في وجه الميليشيات كما كان في حياته ومن ورائه آلاف المقاومين ترجل القائد لكن الراية لم تسقط فاز بأحد الحسنيين وترك الآخر لجيل تشرب النضال في حياته وظافر بالنصر بعد استشهادة عبد القويل العزاني يمن شباب تعز ناشد وكيل محافظة مأرب عبدرب مفتاح والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من انتهاكات بحق الطفولة والزج بهم في الحروب والنزاعات المسلحة وقال الوكيل مفتاح في كلمة التي ألقاها في الاحتفال الذي وقيمها بجامعة أقليم السبأ بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف العشرين من فبراير يأتي العام الثالث على التوالي والطفولة في اليمن تنتهك حقوقها من قبل الميليشيا الحوثية الانقلابية التي دمرت مدارسهم وشردت أهلهم وحولتهم إلى نازحين وأشار إلى قيام السلطات المحلية في مثل هذا اليوم من العام الماضي بالإفراج عن عدد من الأطفال الذين تم أسرهم في جبهات القتال بعد أن غررت بهم واختطفت بعضهم من أهاليهم وزجت بهم ميليشيا الانقلاب إلى محارق الموت أقامت محافظة حضر موت فعاليات خاصة باليوم العالمي للطفل نفذتها مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة بوادي حضر موت وبالتنسيق مع مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء وتمويل مؤسسة العون للتنمية وتهدف الفعالية التي تستمر خمسة أيام إلى لفت الانتباه إلى الفئة الأشد ضعفا في المجتمع لضمان حصولهم على حقوقهم وتكريس ثقافة الطفولة الآمنة لدى المجتمع إلى ذلك نشد أبناء المختطفين والمخفيين قسرا لدى ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح إطلاق سراح آبائهم الذين لم يرواهم لفترات طويلة تجاوزت العامين ونفذ عدد من أبناء المختطفين وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مبنى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء بمناسبة اليوم العالمي للطفل وقال الأطفال في رسالة لممثل المفوضية أنه بينما ينعم أطفال العالم بالاحتفال بيومهم العالمي فأنهم يعانون الكثير بسبب غياب أبائهم ويتمنون أن ينعموا كباقي الأطفال بحضن الأبي وطفء ودفء لمساته وأضاف الأطفال في رسالتهم أنه منذ أكثر من عامين وأباؤهم في السجن بلا تهمة وأنهم يعيشون منذ اختطافهم أياما صعبة للغاية خاصة مع عدم السماح للكثير منهم برؤية أبائهم إلا في كل أسبوع بضع دقائق من خلف القطبان ومن مسافة لا يكاد يسمع فيها أصواتهم ولا حتى كلماتهم سجلت محافظة الحديدة ست حالات إصابة بوباء الدفيتري الذي بدأ بالانتشار في بعض المناطق بالبلاد منذ أواخر شهر أكتوبر المنصر وأكد مصدر طبي في مستشفى الثورة بالحديدة أكد أن طوارئ المشفى سجلت ست حالات حتى مساء أمس الأثنين مصاب بوباء الدفيتري وتم ظهور الوباء في العاصمة صنعاء ومحافظة مسجلا 14 حالة أو 14 حالة وفاة بالوباء وفق أحصائية لمنظمة الصحة العالمية نفذ المئات من موظفي شركة بيترو مسيلا النفطية وقفة احتجاجية صباح اليوم بعدا لتنديد بتوقيفهم عن العمل ويقول المحتجون الذين نظموا وقفتهم أمام بوابة رئاسة الجمهورية بقصر المعاشيق بكريتر إن شركة بيترو مسيلا اتخذت قرارا باستبعادهم من العمل وخصم أكثر من 70% من مرتباتهم الأساسية دون وجه حق على حد تعبيرهم ونشهد المحتجون الرئيس هذه سرعة التدخل والتوجيه وبشكل صريح إلزام إدارة الشركة بعادة نحو 200 أو 200 عامل من محافظة عدن و300 عامل من بقية المحافظات إلى عمالهم ووقف الاستقطاعات من مرتباتهم المحتجون أشاروا إلى أن توجيها سابقا من رئيس الوزراء حصلوا عليه ويقضي بإعادتهم للعمل غير أن الشركة لم تنفذ قالت مصادر في الحكومة إن قوات إماراتية منعت تصدير النفط الخام اليمني من حقول المسيل الواقعة بمحافظة حضرموت ونقلت صحيفة العربية الجديدة عن تلك المصادر قولها إن قوات الإمارات أوقفت بيع شحنة نفط جاهزة للتصدير عبر ميناء الضب النفطي في حضرموت والمطل على البحر العربي ووفقا للمصادر فإن رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر تواصل مع الرئيس عبد الرب منصور هادي لمعرفة دوافع الإماراتيين من وراء هذا المنع استكملت وزارة الشباب والرياضة تجهيزاتها لبدء منافسات الدورة الوطنية الأولى للألعاب الرياضية للناشئين التي تستضيفها عدن ومدينة تارين في حضرموت من الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الحالي وحتى الثالث من ديسمبر وأكد مشرف ألعاب القوى الكابتن صائب سلام الانتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات والأعمال الفنية واللوجستية لانطلاق البطولة مضيفا أن كل الأمور المتعلقة بالبطولة باتت جاهزة ختام هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بمواجهات مع المقاومة في البيضاء أبناء المختطفين والمخفيين قصرا يناشدون أطلاق صراح أبائهم من سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ووباء الدفترية ينتقل لمحافظة الحديدة وتسجيل ست حالات إصابة كتاب النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة